السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طرق تحويل الراديو الى كاشف المعادن والذهب اخواني الكرام اليوم رح نتحدث ان شاء الله عن سبع طرق مفيدة ومختصرة لتحويل الراديو الى كاشف معادن او كاشف الذهب شوفوا اخواني الكرام هاي الدائرة قدامكم اه الان الاي سي 555 بنربط عليه او نربطه زي منتوا شايفين الارجل تبدأ من الشمال 1 2 3 4 ومن اسفل اليمين 5 6 7 طلعا الى 8 اه الرجل اربعة وثمانية ترتبط بالموجب يرتبط معها مع الرجل سبعة مقاومة مقدارها 10 كيلو والرجل سبعة مع الرجل ستة مقاومة مقدارها 400 420 اوم اه طبعا المكثفات المستعملة هون 104 رقم 104 وهي 100 نانو فراد اه ثم من الرجل ثلاث الرجل ثلاث بالاي سي 555 تنطلق الى الملف والملف يرتبط بين سالب الدائرة اللي هو مرتبط مع المكثفات سالب الدائرة مرتبط مع المكثفات زي ما تشايفين ومع الرجل رقم واحد بين الرجل او السالب والرجل الرقم ثلاث يأتي الملف البطار الملف مع انتين الراديو او مقر انتين الراديو يعني الانتين اللي هو هواء الراديو بدل هواء ومن ثم الى سالب الراديو اللي هو سالب بطاريات الراديو منقدر من الخارج نربط فيه وان شاء الله موجة الام بتشتغل تمام مع هاي الدائرة طبعا هون معلومات عن القطع اللي بترتبط بالدائرة ياريت تستوضوحوها الدائرة الثانية لتحويل الراديو لكاشف معادن هاي الدائرة اللي قدامكم الحقيقة انا كاتب توضيح تحت كل دائرة هاي الطريقة بتقوم على انتاج التردد عبر المرسلين اللي هما هون زي ما تشايفين ترانزيستر الاول وترانزيستر الثاني شوفوا اخواني هاي هاي الطريقة بتشتغل على ملفين الحقيقة هاي الطريقة بتشتغل مع ملفين ومن ثم الى الراديو عمتين الراديو وسالب الراديو بهاي الطريقة اللي قدامكم اذا الصور مش واضحة خبروني انا بعيد نشر ان شاء الله اميزت هاي الدائرة شو هي اميزت هاي الدائرة اخواني الكرام انها بتشتغل على اي موجة بالأم يعني حط الراديو على الأم بتوقع على الله رح تجي الموجة يعني بتحطها على الرقم كذا بتحطها على الرقم كذا بتجي الموجة اللي احنا بتنيها وبيشتغل على طول معك ان شاء الله الدائرة اللي بعدها برضو يعني دائرة كثير كويسة هاي الدائرة الاولى الدائرة البعدها ممتازة جدا انا اعتبرها هاي الدائرة بتشتغل وانا احبت شغلها على الملفاتها الكبيرة يعني ممكن من خلال الراديو بيجيب معك بحدود الثلاث متر يعني فوق المترين خلنا نحكي فوق المترين يا اخوان بتجيب معك هاي الدائرة طبعا طلعوا كيف ربط ترانزوستورات الاول والثاني والطلعوا اخواني ترانزوستورات الاول والثاني كيف ربطهم طيب طبعا انتم شايفين الخط الاخضر المنتقل من الكويل وان نحن الى الملف الكبير اه ولا يعني الكويل وان منه خطتين الى الملف الكبير اه بمحل الكويل تو لم يوجد الكويل تو Powder بقول ина كويل تو بهاي دائرة غير موجود الترانزوستور الكوليكتر تاريخ الترانزوستور الجهة السالبة او المتنابي الترانزوستور الاول ترانزيستور الثاني بخط واحد الى احدى جهات الملف اتفقنا بعيد الكلام الكلكتر تاعة ترانزيستور الاول وترانزيستور الثاني اللي هو السي متصلان مع بعضهم البعض وينطلقان الى احدى جهات الملف الان النقطة اللي تحت المقاومة برضو يتحدان وينطلقان الى الجهة الاخرى للملف الكبير ان شاء الله الامور واضحة الخط الاخضر يا اخوان مش متصل مع مكسف القطبي اللي موجود عندكم بالصورة نهائيا الخط الاخضر هذا للملف فقط انا ميزه بالخط الاخضر هون برضو ان شاء الله تعالى يعني بيشتغل معكم الجهاز على جميع الموجات تاعة اي ام يعني بتحط على اي ام وبتشغل الدائرة هون بنشغل الدائرة على اثناه عشر فولت اه الطريقة التي تليها اه بتحويل الراديو الكاشف معادن بنستخدم اه هاي الدائرة اللي قدامكم نفس الدائرة السابقة بس هون فصلنا كل اكثر الترانزيستور الثاني والموج بتاع ترانزيستور الثاني فصلناهم إلى ملف مستقل والترانزيستور الأول إلى ملف مستقل إذن الخطان الأخضران اللي من الترانزيستور الأول اللي ينطلقوا إلى الملف منفصلين منفصلات تماما عن الخطين الأخضران المتصلان بترانزيستور الثاني اللي كل واحد منهم كل ترانزيستور بطرفيه الموجب السالب ينطلق الى ملف مستقل يتداخلان مع بعضهم البعض بنحط على واحد من الملفات مكثف والثاني بنخليه عادي بدون مكثف عادي بمشى الحال لو حطينا عليه مقاومة متغيرة بمشى الحال ثم احد الملفين نربطه مع الراديو امتين الراديو او هواء الراديو ومن ثم سالب الراديو هيك بتجي معنا الموجة يعني بدك تعايرها شوي لكن بتجي واضحة ان شاء الله تعالى ايضا الطريقة التي تليها الطريقة التي تليها استعملنا اخواني الكرام فقط ترانزيستر واحد ترانزيستر واحد وهي ابسط الطرق تقريبا شوفوا الدائرة قدامكم استعملنا معها 5 فولت لو استعملنا 9 فولت عادي بتشتغل الدائرة اطلعوا اخواني اخواني الكرام وهنا بدي اخبركم بشغلة انه المقاومة الساء الخط اللي هو على يمين المكثف القطبي شايفينو في مقاومتين هذول ما الهم داعي يعني انا خليتهم كانوا بالدائرة مرسومات خليتهم لكن ما الهم داعي ما الهم علاقة بشغل الدائرة ماشا الحال اخواني الكرام الان موجب الدائرة فوق 5 فولت والسالب اخواني الكرام زي ما انتم شايفين تحت خط السالب يعني مرسوم موجود ناقص في سالب تحت على شمال الدائرة استعملنا هون الملف الصغير هو افضل ملف لهذه الطريقة ترانزوستر واحد من الملف الى انتين او هواء الراديو وثالب الراديو وموجة اي ام بنحاول نلتقط عليها الموجة وجهاز فعال جدا ان شاء الله تعالى ننتقل الان الى طريقة اللي هي طريقة الراديو الصين الراديو الصيني الحديث اللي هو بالاسواق الان اخواني الكرام حقيقة يعني شوي معقد يعني مع انه يشتغل يشتغل بالطرق الاخرى بدك يتجرب من الراديو لراديو يختلف لكن احد الراديوهات اللي اشتريتها انا اا ما اشتغل بالطريقة يعني اضطريت ابدل الملف الداخلي الى الملف اللي احنا بنشتغل عليه اللي هو ملف الاصبع اصبع الغراء بنحطه بمحل الزلكين اللي رايحات على الملف تاع الراديو الاصلي يعني الملف المولف الراديو الاصلي الملف هذا بنقصه الزلكين الرايحات عليه وبنشبكهم مع الزلكين بيروحوا على الملف صغير الملف كبير بنربطه مع دائرة اخواني الكرام بنربطه مع دائرة اخواني الكرام مقونا من الترانزوستورين طبعا يعني ممكن نستعمل مع الراديو الصيني القديم بعد ما نغير الملف اي دائرة من الدوائر الفوق اللي استعملناها فوق اي دائرة من هاي الدوائر نربطها مع الراديو الصيني الصغير بعد ما نبدل الملف الداخلي الو ماشا الحال اه الان نجي للطريقة الاخيرة طريقة السابعة ما بنستعمل فيها اخواني الكرام هاي الطريقة اي اه اه اتصال بين الملف والراديو فقط اه من خلال انتينا الراديو بنقربه كثير 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 ل الملف وهون اخواني الكرام انا بدي احكي شغلا اه اخواني الكرام الراديو هون ممكن انه بحتاج تقريب انتين كثير على الملف حتى يلتقط الموجه وهاي طريقة غير مجدية لكن كطريقة مجدية نستعمل نفس الدائرة هاي اللي قدامكو مع نفس الراديو بس ايش بدنا نربط الراديو هون اللي قدامكو بالانتين والسالب بملف خارجي فقط ملف خارجي زي الملف اللي مربوط مع الدائرة وبنشبكه مع ملف الدائرة ولو عادت بالطريقة هاي الراديو عن الدائرة بيكون الشغل تمام وبيتقد الموجه ان شاء الله يا رب تكونوا فهمتوا علي هاي المكثفات المكثفات موجودة قدامكو يا رب تكونوا مستفدتم من هذا الفيديو اي شيء اي استضاح اكتبونا اياه بالتعليقات واحنا ان شاء الله بنتابع تعليقاتكم بالسمرار ونجاوب عليها شاركونا هذا الفيديو بالتعليقات والعجابات والاشتراك بالقناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته